آخر التطورات والغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس ورفح صراحة كانت مكثفة نعم آخر التطورات والغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس ورفح كانت بشكل كثيف ومركز منذ ساعات الصباح وحتى الآن في خان يونس كان هناك استهداف أكثر منزل خلف أكثر من عشرين ضحية وعشرات الإصابات وصلت إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي وما زالت الطواقم الطبية في أحد المنازل في بلدة القرارة شرق خان يونس تحاول انتشال خمسة عشر ضحية من تلك المنزل في رفح كان هناك استهداف لمنزلين الأول كان في غرب رفح والثاني كان في شرق رفح بالقرب من معبر رفح البري أسفر عن عدد من الضحايا وأيضا الإصابات في المحافظة الوسطى في دير البلح والنصيرات في هذه المخيمات تلقت العديد من الدربات في مخيم النصيرات كان هناك استهداف لمنزل خلف حتى اللحظة أكثر من عشرين ضحية وإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى أيضا في مخيم دير البلح كان هناك استهداف لأحد المنازل خلف أربعة ضحايا وعشرات الإصابات في مدينة غزة التي تشهد الكثير من الغارات في حي الزيتون قبل قليل كان هناك استهداف لمدرسة الفلاح التي تأوي نازحين هذه المدرسة التابعة لوكالة الأنروا الحديث عن ضحايا وعشرات الإصابات في هذا الاستهداف أيضا كان هناك استهداف لأحد المنازل في حيط للهوى جنوب مدينة غزة في المنطقة الشمالية لقطع غزة في بلدة بيت حانون وبيت لاهيا وأيضا مخيم جبالي هذه المخيمات تلقت العديد من الغارات الإسرائيلية والاستهدافات لمنازل بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق هذه المخيمات التي قصفت منازل المواطنين بشكل مكثف ومركز في الساعات الماضية أيضا في المحاور التي يتمركز بها الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي أو في حي النصر أو في جنوب مدينة غزة في غرب تل الهوى ما زالت هذه المحاور يتمركز بها الجيش الإسرائيلي وهناك اشتباكات عنيفة تدور بين وقت وآخر بين عناصر القسام والجيش الإسرائيلي وما زال أيضا الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء الطبي والقوات في داخل هذا المجمع أيضا تحاصر المباني فجرت أكثر من مبنى داخل مجمع الشفاء الطبي ما زالت تحاصر أكثر من عشرة آلاف شخص ما بين مريض وكوادر طبية ونازحين تمنع عنهم الكهرباء وأيضا المياه والمواد الغدائية كأكثر من 32 طفل من الأطفال الخدج ما زالوا يعانون بسبب نقص الكهرباء والأكسجين هناك مناشدات لإخلاءهم من المجمع ونقلهم إلى جمهورية مصر العربية ولكن حتى دي اللحظة هذه المناشدات لم تستجب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة الصحة العالمية وبالتالي نحن نتحدث عن وضع كارثي فيما يتعلق بمجمع الشفاء الطبي على المستوى الصحي والإنساني والظروف التي يعيشونها أكثر من عشرة آلاف شخص ما بين مريض وكوادر طبية حتى دي اللحظة هناك سيطرة للجيش على المجمع نعم أحمد سنكتفي بهذا القدر صوتي ربما لا يصلك مباشرة وبالتالي هناك حسار مطبق على هذا المجمع منذ ثمانية أيام سنكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك حتى الآن طبعا ولكن دائما سنتابع معكم كل التطورات لحظة بلحظة من داخل غزة من خان يونس تحديدا كنت معنا مراسل حدث أحمد حر شكرا